مدينة فاس اليوم تتوفر على مركب كبير كي تسعى لكتر من 40 ألف وهذا المركب إن شاء الله سيحضر بشرف أولاً تنظيم مباريات كأس أفريقيا سنة 25 من اللي غير يحصل عليها بلدنا إذن متابعين الكرام كما سمعتم كان هذا تصريح لرئيس جامعة الملكية للكرة القدمة السيد فوج القجاع الذي كما سمعتم أكد مجدداً على أن ملف تنظيم كأس أفريقيا لسنة 2025 محسوم كما ذكرنا في العديد من المرات وكما أكدنا في العديد من المرات التنظيم ديال هذا الملف سوف يكون هنا في المغرب من طبيعة الحال استمعتم الآن لرئيس الجامعة الملكية للكرة القدم وهو يحدد بعض الملاعب من بينها الملعب ديال فاس الذي سوف يحصدين أيضاً مباريات كأس أفريقيا لسنة 2025 وهذا الأمر كان واضحاً متابعين الكرام منذ أن حاول نظام حضارات الجزائر على أنه ينافس المغرب وما قدرش وصحب الملف دياله مش حاول على أنه يترشح لسنة 2027 وعلى ما يبدو بنسبة 90% إلى 95% ولا تعدو 90% على أنه حتى الملف ديال 2027 لن يحصل عليه نظام حضارات الجزائر إذن الأمور واضحة متابعين الكرام نحن في الوضع الراهي ننتظر فقط الإعلان الرسمي والانتهاء من البروتوكولات والترتيبات ديال الإعلان على تنظيم كأس أفريقيا لسنة 2025 وإن كنا يعني نعلم من مصادر موطوقة ومن عدد من التأكيدات على أن القضية انتهت بشكل كامل 100% لصالح المغرب وشفتوا قبل قليل متابعين الكرام كيف على أن رئيس الجامعة المالكية للكرة القدم يتحدث بكل ثقة حول المسألة ديال التنظيم وما إلى ذلك من هذه الأمور متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم